اشتركوا في القناة مع اهتمامات كبرى من بارشلونا بضم الدنماركي الصحيفة الانجليزية تؤكدت أن ريال مدريد يرصد 100 مليون جنيه استرليني لتوتنهام من أجل التخلي عن اللاعب وخطفه من غريمه التقليدي بارشلونا مع إغراء اللاعب براتب مميز وامتيازات أخرى وينتهي عقد اللاعب الدنماركي مع توتنهام في 2020 وتعتبر هذه فرصة للسبيرز من أجل التخلي عن لعبهم الدنماركي للاستفادة المادية القصوى الصحيفة الانجليزية تؤكدت بأن توتنهام كان قد عرض على اللاعب التجديد مقابل زيادة في عقده ليصل إلى 250 ألف جنيه استرليني أسبوعيا لكن مخاوف اللاعب ليست مدية فهو يسعى للعب في فريق أكبر من أسبيرز وتحقيق لقب دور أبطال أوروبا اقترب بارشلونة الإسباني من الإعلان عن تعاقده مع الفرنسي جيان كلير توديبو مدافع فريق تولوز خلال فترة الانتقالات الصيفية صحيفة مونتو دوبورتيفو الإسبانية أكدت بأن بارشلونة توصل لاتفاق مع اللاعب الفرنسي على أن يوقع عقداً مع نادي الكتالوني في الصيف المقبل الصحيفة الكتالونية أكدت بأن النادي الكتالوني يرغب في حسم صفقة صاحب التسعة عشر عاماً لصالحه في ظل اهتمام من منشستر سيتي ويوفنتوس بضم اللاعب توديبو بارشلونة حسم الصفقة حسب التقارير بدون مقابل وتوصل لاتفاق مع اللاعب على أن يكمل موسمه الأخير مع التولوز ويرتدي قميص لبلوغرانا بداية من يوليو المقبل وكشفت الصحيفة أن خلال يومين على حد أقصى سيكون موعد إعلان الصفقة بشكل رسمي لصالح النادي الكتالوني حيث أن عملية انتقال اللاعب في رتوشها الأخيرة وجه أرنيستو غالفيردي المدير الفني لنادي بارشلونة صدمة قوية لمهاجم الفريق مونير الحدد بعد رفضه تجديد عقوده وأبلغ المدار بالباسكي بحسب ما ذكرته صحيفة سبورت الكتالونية اللاعب بعدم مشاركته مرة أخرى في أي مباراة مقبلة مع الفريق بعد قراره الأخير ويبحث بارشلونة أمر رحيل الحدد بدون أي مقابل خلال شهر يناير الحالي حتى يوفر دفع راتبه في الستة أشهر المقبلة المتبقية من عقده ويمتلك اللاعب عرضا قويا من صفوف إشبيليا للتعاقد معه وهناك اتفاق مبدئي بحسب التقارير الصحفية خلال الأيام الماضية بين الطرفين لحسن الصفقة بعد نهاية الموسم الحالي وأكد فالفيرتي لإدارة نادي بارشلونة الفنية أن رحيل مونير عن الفريق مفيد لجميع الأطراف خاصة وأنه لا يضعه ضمن خططه في المستقبل نفى وكيل اللاعب مالكوم مهجم نادي بارشلونة الإسبانين يتلعبه في الرحيل عن النادي الكتالوني بعد التقارير التي أفدت بانتقال موكله إلى لاتسيو وانتشرت تقارير بأن لاتسيو الإيطالي قدم عرضا من أجل استعارة اللاعب صاحب 22 عاما والنادي الإسباني وافق على طلب نظيره الإيطالي الويس فرناندو مينيزاس أكد من خلال حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي أنه لا توجد مفاوضات بين مالكوم ولاتسيو ولا صحة لما تردد حول رغبته في الرحيل أو نية بارشلونة في التخلي عنه مالكوم الذي انتقل في الصيف الماضي من بوردو مقابل 41 مليون يورو لم يشارك سوى في تسع مباريات فقط منذ بداية الموسم حدد ندي بارشلونة طلباته المدية من أجل بيع لعبه دينيس سواريز إلى أرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وأشارت صحيفة أصل الإسبانية إلى وجود رغبة من اللعب لمغادرة الكامبنو قبل نهاية الشهر الحالي ولكن بارشلونة يحاول الاستفادة من بيعه ويمتلك دينيس عقدا مستمرا حتى يونيو 2020 مع إمكانية فسخه بمقابل 50 مليون يورو كقيمة شرط جزائي ولكن بارشلونة في حالة وجود مفاوضات جدية مع أحد الأندية يمكن الموافق على بيعه ولكن ليس بأقل من 20 مليون يورو الخيار الآخر أمام الإدارة الفنية بقيادة بيب سيجيرا هو إعارة دينيس مع وضع بند أحقية شراء للناد المتعاقد مع اللاعب في الصيف المقبل أفادت تقارير صحفية إسبانية عن وجود اتصالات بين إشبيليا وتشيلسي لنقل مهاجم لبلوز ألفارو موراتا إلى الناد الإسباني وأكدت صحيفة موندو دوبرتيفو الإسبانية أن إشبيليا عقد اجتماعا مع مسؤولي نادي تشيلسي للتفاوض من أجل انتقال اللعب ألفارو موراتا وكشفت الصحيفة الإسبانية أن هذا الأسبوع سيشهد العديد من الاجتماعات بين لوبيز مسؤول إشبيليا والناد الإنجليزي وقد تتم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة قد تتم بعدما أعطى موراتا موافقته لوكلائه حول الانتقال لإشبيليا ولا يوجد لديه مانع من العودة للليغة مرة أخرى وأشارت الصحيفة إلى أن إشبيليا سيدفع ستين في المئة مرات بموراتا الذي يبلغ 9 ملايين يورو على أن يوقع معه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر يونيتد على استعداد لدفع شرط الجزائي في عقد المدفع اليوناني كوستاس مانولاس مع روما لضمه في الصيف صحيفة الظصان الإنجليزية أكدت بأن مانولاس الذي يعتبر هدفا للعديد من الأندية الكبرى يعتبر من أهم أولويات مانشستر يونيتد لتدعيم دفاعاتهم في الموسم المقبل روما يعاني في الدوري الإيطالي من أجل الوصول لمركز مؤهل لدور أبطال أوروبا الموسم المقبل وهو ما قد يجعل مانولاس يفكر في الرحيل للمشاركة في البطولة ذات الأذنين الصحيفة الإنجليزية أكدت بأن مانشستر يونيتد يتواصل مع وكيل اللاعب ويرغبون في دفع شرط الجزائي في عقد اللاعب البالغ 36 مليون يورو تصدر كيليان بابي مهاجم باريسان جيرمان ومنتخب فرنسا قائمة أغلى لعب العالم وأصدرت شبكة CIAS المتخصصة في اقتصادية كرة القدم تقريرها الأسبوعي الأول لعام 2019 وتربع ان بابي في الصدارة برصيد 218 مليون ونصف المليون يورو يليه هاريكين مهاجم توتنهام بواقع 200 مليون يورو ثم البرازلين مار جونيور ب197.1 مليون يورو ورحيم ستيرلينج نجم منشستر سيتي ب185.8 مليون يورو ثم محمد صلاح لعب ليفربول ب184.3 مليون يورو وتضم قائمة أول مائة لعب 27 لعبا تجوزت قيمتهم السوقية نحو 100 مليون يورو حيث يتصدرهم نجوم الدوري الإنجليزي المتواجدين بالقائمة برصيد 16 لعبا وخمسة لعبين بالليغا وثلاثة لعبين بالكالتشو وتشمل قائمة اللعبين الذين تجاوزت قيمتهم 100 مليون يورو 11 جنسية بواقع 6 لعبين من البرازيل وخمسة لعبين لكل من انجلترا وفرنسا وثناء من الارجنتيني والبورتغال وبلجيكا ولعب من مصر وألمانيا والسينيغال وأوروغواي وإيطاليا يرغب جيرالد بيكي مدفع برشلون في دخول زميله الارجنتيني ليونيل ميسي كمساهم معه في ندي افسي اندورا وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية ان بيكي يقوم حاليا بمحاولة عديدة لإقناع ميسي بهذا الأمر وكان ندي اندورا قد أعلن نهاية العام الماضي بيع أسهمه لعدة مستثمرين من بينهم مجموعة كوزموس التي يملكها بيكي وأضافت الصحيفة أن محادثات بيكي وميسي وصلت إلى مراحل متقدمة وفي الأيام المقبلة قد يتم إعلان التواصل لاتفاق بين جميع الأطراف المعنية ويسع بيكي لضم ميسي إلى نديه الجديد حيث يدرك أن الأخير هو أفضل واجهة للمشروع على المستوى الدولي عزيزي متابع قناة عرب قول هل ترى أسعار اللاعبين عادلة شاركنا برأيك شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة